استقبل وزير الخارجية سمح شكري كبيرة مناسقي الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة سيجريت كاخ وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب وأوضحت وزارة الخارجية أن مناقشات الوزير شكري والمسؤولة الأممية تناولت الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتقييمات ذات الصلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع وأكد الجانبان على حتمية زيادة تضفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نحو كاف يلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطع وفي سياقنا متصل أكد شكري دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من أداء مهمها مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية من جانبها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبدلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودبلوماسيا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن فضلا عن تسهيل استخدام معبر رفح لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطع ترجمة نانسي قنقر